شيخنا تحدثت عن صراع تشرين الانتخابي وتصفية الحسابات خلأ أحكي شوية عن عزم من أبدي يلا تفضل هناك صراع الآن ويتقدم كبير جدا للتقرب من منصب رئيس مجلس النواب العراقي هل الصراع على الزعامة بين المكون السني الآن وصلت أشد ذروته للصراع طبيعي سياسة وانتخابات أولاً امتدان أسمح لي أن أقدم شكراً بتقدير لجنابك الكريم وليقناتكم الكريمة ولكوادركم وإلى مشاهدين الكرام طبعاً هي موضوع الصراعات خاصة في يعني ظروف الانتخابات موجودة حتى في الدول المتقدمة واللي لاحظناه خاصة الانطباع اللي غير فكر وذهن المتلقي أو الجمهور أو العالم كلها عندما ذكر في موضوع انتخابات أمريكا وأمريكا على التكنولوجيا اللي موجودة والوضع المتطور اللي بيها ويعني واصلة إلى طالعة خارج النطاق اللي احنا بالنسبة أنه يعني يتحمل الفكر والذهن اللي موجود طيب عدما يعني انتهت الانتخابات وبدأت النتائج تعرض طبعاً اعترض الحزب اللي خليه هو يريد نقول فشل أو خسر في الانتخابات جمهوري والجمهورين وبنفس الوقت كانت النتائج أنه عدم رضا على النتائج الإجمالية وبدأ سلب ونهيب وحرق وتقريباً استمرت أكثر من عشر تيام أو أكثر وبعدين دخل الجيش بالمدن في سبيل الحفاظ والسيطرة على الأمن فهذه تعتبر ظاهرة موجودة في كل العالم اللي موجود أما السؤال الثاني اللي تناقشت على جنابك وطرحته في موضوع الصراع ما بين عزم وتقدم صدقني هو كل صراع ما موجود ولكن أكو هناك نوع من الإثبات الوجود وهذا طبيعي ظاهرة طبيعية جداً بس أكو نقاط مثلاً عندما يكون أكو منافسة شريفة ومنافسة أنت اليوم عدوك إذا كانت شجاحاً تنطي استحقاقها صحي المنافسة عندما تكون بها التزامات وضوابط وتنطي فرصة للآخر مو معناته أنه تلغي وجوده وإلا هي المنافسة أشبقها عليها غير بس تصفية تصفية جسدية صح واقع الحال إحنا كانت أكو هناك مشكلة والمشكلة صارت بسبب موضوع معين هو التجاوز على الإعلان أو صورة الشيخ خميس الخنجر في نين نوعاً وبالطبع هذه كانت هي إذا تسألني هي مقصودة بس واصلة لسه تشين بين خنجر والحلبوس جايك إذا تسألني هو تصرف مقصود ولكن الواحد مثلاً يترفع عن نفسه أنه يرد بالطريقة اللي موجودة التصرف اللي كان من عندنا إحنا كقيادات عزم والهيئة السياسية أنه أن الواحد الناس تصلت بالسيد المحافظ والرجل طبعاً مشكور للأمانة قال آني ما أقبل ولا أسمح لمدير البلدية أن يصرب بهذا الموضوع ورح أدز علي وعاقبه وعاقب على الشخص اللي هو سائق الشفل أو الآلية اللي كانت موجودة اللي قامت بهذا العمل ولكن هي صورة بينها واضحة ممنهجة نحن عندنا ممثلين بعزم موجودين سواء إذا بالمفوضية أو إذا بالتمثيل في نينوة وانت جنابك إذا يجوز مطلع جيداً أنه هناك قيادات ورموز كبيرة في تحالف عزم وليس فقط في نينوة وإنما في كل عموم العراق وشخصيات معروفة بها زعماء ورؤيساء مجلس نواب اثنين واللي هو السيد الدكتور محمود المشهداني والدكتور سليم جبوري وقسم من وزراء موجودين أيضاً معروفين وكان لهم دور أساسي في هذا الأمر قسم من عدم نواب لهم دور أساسي وكان لهم حضور موجود في محافظاتهم بهذا وقسم أيضاً من مرشحين نهم أيضاً لهم حضور وإلهم مقبولية وشيوخ عشائر وزعماء في مناطقهم جميل فلذلك أحنا بس أريد أكمل الفكرة لا أعطيك ملح شوي بس ما هذا همي أنا راح يقول لك حرس قديم ذوله مثله وسنه كثير وحرس قديم أنا ليش ما أروح للحرس الجديد الآن ليدعو إلى أعماره واستثماره الله أحشي لك ياه بصراحة نحن اليوم الإنسان اللي يقدم واللي أثبت جداره في عمله أنا أمل أن تخبه ممر ومرتين وثلاثة وأربعة وعشرة وإلا هو كل زراء لازم تحصد ثماره صحيح العمل ونتائج العمل مضمونة لازم تحصد ثماره وثماره وقت الانتخابات عندما تفرض نفسك وتقول أنا بالنسبة إلي مرشح عن دائرة معينة أو محافظة معينة بس تسألني أنا تقول لي أنت شن انطباعك عن هذه الانتخابات وهذا القانون أقول لك انطباع سيء جدا آه ليش أنا أقول لك حسن ذكرت هاي انتخابات المفروض منها تقدمتوا منها تقوم أحنا نسأل نفسنا ونسأل المشاهد وأسأل جنابك أنت من تريد ترشح نفسك وتعرض نفسك أمام الجمهور وأمام الرأي العام وأمام العالم شو تقول بتقول أنا عضو مجلس نواب عراقي هذا العنوان بس ما تجي تقول على نفسك أنه أنا عضو مجلس نواب من محافظة بغداد في الدائرة الفلانية يعني هاي الدوائر قسمتها ناس متنفعة وإلها نفوذ بالسلطة وكانت الغاية الأساسية يعرف هو في نفسه أنه ما لحضور بهذا الموضوع أنا لازم أبعد الدكتور قصي واجيب فلان ويعني أقطع المنطقة الفلانية وأحاول أضم المنطقة الفلانية وهذا ما صار بهذه الدوائر ولا أنا شن المانع ما ابن البصرة أو ابن بغداد أو أطلاف بغداد ينتخل بكتور قصي أنا مؤمن بأهدافه ومؤمن بقضاياه ومؤمن بشجاعته ومؤمن بأما أنا هستسألني أنا أنا مناطقي واعتز به واعتز به كل الجمهوري اعتز به بن الناصرية واعتز به بن المثنى واعتز به بن البصرة واعتز به بن نينوان شن الفرق بالموضوع القضية تكمن بأنه هناك أكو نفوذ ومصالح من أحزاب متنفذة حاولت بطريقة أو بأخرى أنه تحقق هدام مقرأ هذا الموضوع